اللي بيحصل العقرب عايز الفترة دي عايز قوة محتقوة انتصار حاسس ان هو في متفهمش في امتحان في حاجة عايز قوة علشان يكسب معركة ما بس المعركة دي مش مع الشريك نفسه في ايه? نفسه في عودة صديق او حد قديم يعرفه لان هو متوقع المساعدة منه ان هو ده اللي ممكن يساعده في الموقف اللي هو في ده هو بس فهو محتاج مساعدة الشخص ده شايف شريكه ازاي? الصحة الفرح الاحتفال النجاح الحب الشمس يعني كل حاجة اعلى طاقة اكبر طاقة يعني حب حب جميل الصراحة الطاقة بقى ما بينكم فيها ايه? ايهific خبر او رزق من عند ربنا حاجة يعني طاقة حلوة جدا طاقة خير طاقة حب يعني الطاقة صراحة حلوة او الشريك عايز ايه? الشريك برده شكله منهك تعبان من حاجات معينة برضو خارج العلاقة. مواضح انها خارج العلاقة. اه ومحتاج اه محتاج تحفيز. محتاج يتحفز. لان الكارت ده بيقول ان هو ممكن يقدر يعمل اكتر. بس محتاج تحفيز. نفس الحالة المادية بتاعته تتحسن. ده هو ده اللي شغل تفكيره دلوقتي. شايفك ازاي? شايفك عندك اه مسقل بالمشاكل ومسقل بالاااا بالعقبات. كويس ان هو شايف ده يا ربي يكون مؤدره يعني. اتمنى يكون مؤدره. وفي حالة دفاع عن النفس الفترة دي في وضح ان فيه حد في حرب او انتم الاتنين في حرب يا عقرب. في حالة دفاع عن النفس او حالة منافسة جديدا. لكن مشاعر حلوة برضو مولود جديد. ده برضو بيجي. الناس المتجوزين ممكن يكون مولود جديد. وممكن تكون مشاعر حتقوى اكتر. وحالة مادية ان شاء الله هتتحسن عليكم انتو الاتنين. طيب واضح ان كل العصيان اللي انا شايفها دي كلها من برا. كلها من برا. كل انتو محتاجين انتو تسندوا بعض. دي ممكن يكون الشخص اللي محتاج يتساند دي عقرب اللي محتاجه يسندك هو شريكك. اعتقد ان هو فهم. هو شايف متعبك. شايفها. هو شايفك كده. مش قادر تشيل مشاكلك من على الارض. فان شاء الله حيساعدك وحيمد ايد المساعدة لك. الطاقة ازاي ما قلت لكم الطاقة طحفة. اه طاقة ابداع بتبداعه. ازاي تسعدوا بعض وازاي تكونوا مع بعض بشكل احسن. اه القرية برضو حلوة قوي. مثل الحالة العطفية للمجموعة الثانية. اوكي. عادي جدا يا سهام. ممكن جدا. بازن الله يا علا فعلا كويس يا مانال. حاضر يا سيف. مضحكة دي مفهومة طبعا مفهومة مش كده يلا ايه ازا ممكن ابو يقوت ايه سؤالك انت مديني تاريخ اعمل ايه الدلوة قال يا بسو موجود في الصفحة حبيبتي يا حبيبتي يا مارو مرسي انت العسلية والضاهي العرب هيكسب قضية ولا لا ايوة اللي بتسأل السؤال ده انا شفت انتصار شفت تهناءة وشفت حاجات حلوة جدا ان شاء الله هيكسب نسمع كلام حلو بقى ان شاء الله يدينا انت الثالثة المجموعة الثالثة حيلا حبيبتي اوكي مجدة خلينا نسأل هذه المجموعة الثالثة حيلا حبيبتي العفو يا ريهم على ايه حبيبتي ناخد بقى مجموعة الثالثة والاخيرة برج العقرب بتبتدي من عشرة لحد واحد وعشرين لحد عشرين يناير من عشرة لعشرين يناير باذن الله يا شمس ان شاء الله رب نتبشركم بالخير كله يا رب اوكي انا برج الجدي بس بحب اتفرج عليكي مرسيا حبوب اوه طبعا خلاص الاسم عندي مش بقى انت ولد ولا بنت حبوب لولي افتك انت برنوتا انا عرفتك خلاص من اللايب اللي فيدي اوكي مرسيا مجودة المجموعة الثالثة والاخيرة برج العقرب الحالة العطفية قصدي الحالة العامة الحالة العامة اوكي اهم ايه كل الا ا كوينز دي طيب بص يا عقرب ومش عايزكم تخافوا لان يعني هقولكم حكا وهفرحكم بعدها على طول في خسارة هنا او يحبزها تكون خسارة مادية علشان في حاجة حلوة جاية بعدها الهم طبعا والزعل بتاع الخسارة يعني ما تاخدش وقتك في موضوع الزعل دا علشان ان شاء الله في تطور مادية حلو جدا جاي لك 9 authenticals حالة امان و security من الناحية المادية و حالة تطور كويس جدا وخده دي كمان بقى king authenticals كمان الاثنين تطور مادية اكتر و بيوصفك انت الشخص كريم و انت فعلا كريم جدا يا عرب وحتساعد ناس حواليك والدنيا عندك كويسة قوي قوي كبرياء وعزة نفس وحساس انا بقى ازود داع كرتل حساس حساس جدا وعندك ثقة طبعا انت نفسك يعني يارب تكون في محلها بس بس انت عندوكو ثقة نفسوكو جامدة جدا فعلا وتطلع للامام و حاجة حلوة قوي قوي هتحتار قبل لما الحالة المادية تتحسن ما تحيرش نفسك كتير ان شاء الله الدنيا هتظبط و الحالة المادية هتتحسن الخسارة دي هتبقى عوضها ازاي هتبقى بس كده عوضها ازاي ان شاء الله هتكون حاجة بسيطة و هتتعوض بسرعة يعني فوق ممكن تتخيل ان شاء الله في هنا ارتباط في لو انتو اتنين لسه في مرحلة تعارف ان شاء الله هيحصر خطوبة او اتفاق على حاجة نحو المستقبل ايه اللي ما تجاوزين ومرتبطين قرية دي برضو بيتفقوا على حاجة نحو المستقبل ميرتبوا المستقبلهم نسافر ما نسافرش وشكل فيه صفر سفر تغيير مكان تغيير بيت بتعمله حاجة تشغلين على حاجة. الحالة العطفية او انا شايف عندي كبيات بالحالة عطفية عندك انت حاسس برضا يا عقرب مبسوط مش متضايق الحمد لله وبتقول الحمد لله حاجة حلوة جدا جدا. الكرت ده بيطلع لك دايما يا عقرب وبيبدل يتكرر الكرت ده بيدل على انك انت بتتحمس قوي في البدايات في بداية اي شيء جديد متحمس جدا وبعد كده بتفقت حماسك تزهد. لا معلش حاول تكمل الحاجة اللي انت بتبتديها. وخلي بالك برضو من الناس اللي جنبك اللي بينصحوك ناس قراجين منك جدا وبينصحوك نصايح مش مفيدة. ده كمان بيقولك انت مركز في حاجة ومتجاهل حاجة تانية اهم. بغض النظر طبع عن الحيرة. هو كمان بيشير بالحيرة. بس كمان انا كمان بقى بيوحيلي انه هو بيوحي بالدستركشن. ان انت مش مركز في الحاجة المهمة. وبصص على حاجة صغيرة جدا عن مال بازل فيها مجهود جامد جدا. فحاول تركز وتا يعني توفر طاقتك لحاجات المهمة. اتفقنا? اه حلاخة القراءة في هنا ارتباط. الناس قالوا لسه ما ارتبطوش في ان شاء الله ارتباط نحو المستقبل. المرتبطين برضو بيتفقوا على حاجة مع بعض عاديين ازا كابل كده بيتكلموا وبيحددوا مصير. في خسارة جاية بس ما تخافش منها. واتمنى تكون حصلة وقعت قردي. اه لان في تحسن مادي جامد قوي بعدها ان شاء الله. اه وهتتحسن اكتر كمان. يعني التحسن هيكون على مرحلتين. مش مرحلة واحدة. اه في سفر ان شاء الله او تغيير بيت تغيير مكان. الحمد للحالة عطفية عندك كويسة مستقرة ما فيهاش مشاكل. اه نكمل ما نزهقش على طول. اولا ما نبتدي الحاجة ونتحمس كده. لا اكمل. اه ونخلي بالنا من الصورة الاكبر. خلي بالك من الصورة الاكبر. الحيرة اللي عندك دي بالنسبة للحالة المادية ما تحيرش نفسك قوي ان شاء الله هي هتزبط لوحدها. هتزبط لوحدها خالص. اه دي المرحلة التالتة القراءة العامة بتاعتها. تعالوا نشوف الحالة العطفية. تسعتاشر نوبمبر حبيبي ده التالتة. اللي احنا فيها دلوقتي. انا تالتة وانطبق الاولى. مفيش مشكلة يا نوه. تمشي مع الاولي. امشي مع القراءة تنطبق عليك. لان مسافة شهر دي مش بعيدة على فكرة. يعني من اسبوع لاسبوع لاسبوع مش مش قصة. فممكن لو القراءة المجموعة الاولى انطبق عليك اكتر. امشي معي. اه واربق لاو عمر هنبدي حلم قراءة الحالة العطفية للمجموعة الثلاثة. القوسة اليمانة موجود في الصفحة حبيبتي. شو فيه مسجل. يعني ايه شو يعني انت هستعرف برجك ولا عايزة ايه بزبط? سبعة وعشرين عشرة. ده 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 ده. انت مجموعة اولى حبيبتي. القوسة اليمانة موجود. الله ينور بشكرك يا حسن الشيخ بشكرك. طيب. اوكي. فاتيمة بتعياتي ليه عايزة ايه حب? اوكي. قوليلي حبيبتي افاهمك. ايه اللي انت مش فاهموه انا فاهمولك حالا. مش فاهم المجموعات ولا مش فاهم الموضوع ككل. اوكي. طيب لغاية معاكي ولا. ولا حترد على كل اسئلتك متقلقيش. ايه دليل الورق ده انا مش فاهم ازي بتعرفي ويه الفكرة. طيب بص يا فؤاد هو ده موضوع يعني طويل قوي ومتشعب جدا. الكروت دي من قديم الازل. يعني موجودة من زمان جدا استعملها اليهود في الاول زمان خالص. بعد كده اخذوها الخنيسة المسيحيين استعملوها آآ وليها مدارس بتتدرس يعني. الكروت دي متقسمة آآ قرياتها لتلات اجزاء انا حاول اقوله اختصار آآ جزء فيه علم نفس. وفيه جزء ليه علاقة بالفلك. وفيه جزء ليه علاقة بالطاقة. بس الجزء الاكتر هو اللي يعيه علاقة بالطاقة. آآ الموضوع طبعا يجي بالتدريب وبالتمرين متتذكر الكروت دي كويس جدا. طبعا فيه نسبة حظ غير طبيعية وقابل لصوب الخطأ مفيش ما فيش كلام في الموضوع ده. آآ لكن آآ على حسب بقى الموهبة اللي تبقى عنده كل قارق فيه ناس القراءات بتاعته تزبط وفيه حد لا. لحد الوقت معي انا بتزبط. فمعناه ان انا قراءة عندي واضحة. الطاقة بشوفها واضحة. آآ كل الكارت بيقالي معنا. احنا لازم بنحفظ الاول حاجة في الاول اللي كان مبتدئين بنحفظ معاني الكروت بعد كده احنا بنبتدي نشوف كل كارت رسالته ايه? بنبتدي نقوله. بس ايه دي كل الموضوع? واسمها طبعا كروت الترو ومعروفة من زمان ده دم. كتير وايه حنام. ليه كده يا رانا? حد ينام دلوقت يا بنت يسا بدري. دلو اهلا بيك يا صاحبة السعادة نورتي اللايف. آآ برج الدلو اتقال خلاص موجود في الصفحة. احنا خلاص اخر الشهر. فقلت كل الابراج الدلو موجود فاضلي بس العزراء هيتقال بعده بكرة. هتلاقيه مسجلة دخولي اسمعيه وتماني يعجبك. طيب الحالة العطفية للمجموعة الثالثة والاخيرة برج العقرب. طب ملك يا عقر في ايه؟ لا حقيقي ملك في ايه؟ العقرب عايز ايه؟ عايز تطور مادي دلوقتي دلوقتي. حاسس ان هو جوه عصفة عصفة في العلاقة ان هو الحب بايز العلاقة بايزة وانه الدنيا وانه هو مجروح وانه هو خليه بالكل العقرب برضو حساس قوي وبيفترض حاجات يعني ممكن تكون مش صحيحة على فكرة واعتقد ان هي مش صحيحة المرضي يا عقر. عايز يخرج من حالة الجرح اللي هو في ده. شايف شريكه ازاي شايفه بيبعد. بيبعد عنه ساب وماشي وبيبعد. الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يحتفل معاك الشريك عايز لو انتو لسه ما انتبطوش عايز زواج اه كارت اصفر منور حاجة حلوة جدا يعني هو واحتفال يعني هو عايز حاجة حلوة جدا معاك. ونفسه في ايه؟ عارفين نفسه يجيله تبلد ويبقى بيحارب الحرب كده وهو مش يعني يبين لك ان هو تمام بس شكله مش قادر شكلك ضغطه جامد يا يا عقرب. آآ بيقاوح عمال يقاوح بيعافر معاك جامد وبيحاول يبين ان هو كويس بس هو انت مبهدله جامد. شايفك ازاي شايفك انت كمان بتهرب. بتهرب ويعني مش عايز مش عايز تواجه ما بتواجهش. افتكر انت معندكش كلام تقوله. يعني انت لو هو وجهك قالك انت بتعمل كده ليه؟ هيبقى معندكش ايجاية بقى اصلا. انت مش عايز انت بتعمل كده ليه؟ الطاقة ما بينكم عيلا جديدة او عيلا سعيدة بس هو عيلا جديدة اللي لو انتو رسنا مرتبطوش. آآ لو انتو مرتبطين انتو عيلا مطربطة وعيلا سعيدة او حاجة حلو قوي. ايه بقى اللي جايب كل الحاجات دي؟ متاعب انتو الشهر ده في متاعب ودنيا كله بقى ايه؟ حزنان وحزن وحاجة يعني صعب قوي. بس في طاقة جديدة دخل الشهر اللي جايه ان شاء الله بازن الله طاقة آآ امن وطاقة خير وطاقة رزق وحاجة حلوة جدا ان شاء الله فيه تغير وهيحصل الشهر اللي جاي. حصل حاليا كويس. حصل ايه? البعد الانفصال. الشهر اللي بعده هتبقى الدنيا ايه? طلع نازلة. يعني هو شوية كده شوية كويسين وشوية مش كويسين. وده على فكرة. ده حالي ناس كلها. طيب انا شايفة والله اعلم يعني معرفش ازا كنت غلطانا ولا لا يعقرب انت مزودها. انت حساسيتك وقد انت مرهب بالاحساس اوي. آآ حساسيتك هي اللي مع عاملة المشكلة دي. اوكي? آآ شركك انا شايفة ان هو بيحبك جدا. وانت كمان بتحبه جدا. ومفيش داعي خالص للي انت عامله ده. يعني ما ترواهو كبه. ما مش مش ترواهو.